بسم الله الرحمن الرحيم تبين الدراسات العلمية أنه توجد كميات كبيرة من الجراثيم في جميع أجزاء الفم وبالتالي فإن المضمضة ضرورية للتخلص من قسم كبير من هذه الجراثيم الضارة أما غسل الأنف واستنشاق الماء فيخلص الأنف من الجراثيم ويمنع انتقالها إلى الجهاز التنفسي أما غسل الوجه فيعطي الجلد نظارة وحيوية ويخلصه من الجراثيم والغبار ويحميه من الالتهابات المختلفة بالإضافة إلى إزالة الشحوم والدهون المتراكم على الجلد وهذا ينعكس إيجابيا على الحالة الصحية للجسم كما أن غسل القدمين مع تدليكهما جيدا يقي الجلد من الإصابة بفطور القدمين والعديد من الأمراض وينشط الدورة الدموية وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عندما قال من توضأ فأحسن الوضوء خرجت الخطايا من جسده حتى تخرج من تحت أظافره رواه مسلم أيها الأحبة هذا الحديث يعتبر معجزة للنبي الكريم حيث أنه ربط النظافة الشخصية بالتخلص من الخطايا وبالتالي المحافظة على النفس والروح والجسد فسبحان الله اشتركوا في القناة